السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وقسوتنا وكدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عمل يسير جدا في شهر شعبان والمفاجأة يبعد النار عن وجوهكم 2800 سنة نعم أيوة رب الكعبة تعالوا نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم من المعلومة حبيبي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان أكثر شهر كان بيصوم فيه بعد رمضان هو شهر شعبان كان كما قالت أمنا عائشة كان يصوم شعبان كله والحديث رواه الإمام مسلم كان النبي يصوم شعبان كله وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلة اللي هو آخر يوم في شهر شعبان اللي هو اليوم اللي بين شعبان وبين رمضان وفي الحديث الذي رواه النسائب سند صحيح عن أسامة ابن زيد رضي الله عنهما وعن الصحابة أنه قال كلت يا رسول الله ما رأيتك تصوم من شهر بعد رمضان كما تصوم في شهر شعبان فقال له صلى الله عليه وسلم ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان الناس مركزة في رجب لأنهم الأشهر الحرم ومركزة في رمضان لأنه خير شهور السنة فأحيانا ينس شهر شعبان قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله أعمال السنة كلها بما فيهم رمضان السنة اللي فاتت لسه ما ترفعش هيرفع ايه في شهر شعبان قال وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم ما قالش فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا مصلي أو أنا مزكي أو أنا بجاهد دا إنما قال وأنا صائم طيب ليه قالك لأن الصيام هو أخلص عبادة بين العبد وبين الرب سبحانه وتعالى خصوصا صيام الفريضة مش صيام النافلة صيام الفريضة ما فيش حد في الدنيا يطلع يتباهى أمام الناسهم صايم رمضان لأن كل الناس تقريبا صايم رمضان إنما ممكن يتباهى في صيام النافلة فبفضل الله سبحانه وتعالى أخلص عبادة هي الصيام يبقى الواحد قاعد في بيته وقدامه التلاجة هو قاعد لوحده وفيها أجمل وأشهى أنواع المأكلات والمشروبات والعصائر ولا يستطيع أن يقترب منها لأنه يراقب ربه سبحانه وتعالى عشان كده دي كانت العبادة الوحيدة التي اختارها الله عز وجل قال جل وعلا في الحديث القدسي الذي رواه البخاري ومسلم قال جل وعلا كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به ولم يحدد الجزاء لأن الصيام من الصبر وقد قال جل وعلا عن أهل الصبر إنما يوفى الصابرون أجلهم بغير حساب طيب نرجع بقى للعنوان إزاي يا شيخ محمود إن لو صمنا في شهر شعبان تبعد النار وعن وجوهنا يوم القيامة مسيرة 2800 سنة مسيرة 2800 سنة أيها رب الكعبة طيب إزاي أقول لحضرتكم يوم الإيامة يؤتى بجهنم كما ورد في الحديث الذي رواه مسلم يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها سبحان الله مشهد عيوب جدا فيأتي الصيام فيكون سببا لإبعاد النار عن وجوهكم بفضل الله كل واحد على قد ما هيصوم على سبيل المثال ندي المثال بسيط جدا في الحديث الذي رواه النسائي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله يوم نافلة يوم غير صيام الفاردة غير صيام رمضان من صام يوما في سبيل الله باعد الله النار عن وجهه سبعين خريفا يعني سبعين سنة في رواية تانية عند النسائي بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله باعد الله منه جهنم مسيرة مئة عام يبقى اللي يصوم يوم يوم واحد حبيب يركزه معايا اللي يصوم يوم من النوافل الله عز وجل يبعد النار عن وجهه بذلك اليوم مئة سنة طيب لو صمنا بقى في شهر شعبان وشهر شعبان كما قالت أمنا عيشة كان يصوم شعبانا كله النبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبانا كله وفي رواية إلا قليلا اللي هو آخر يوم في شهر شعبان فلو افترضنا مثلا أن شعبان هيكون 29 يوم يبقى الأحوط لنا أن احنا ما نصومش 29 يوم أن احنا نصوم 28 يوم فلو صمنا 28 يوم في شهر شعبان يبقى 28 في 100 يساوي 2800 سنة تبعد النار عن وجههنا ما أنا بقى الحمد لله ما بحطش عنوين كده بس عشان أجلب يعني مشاهدات ولا غير زيك لا ده أنا بحط لك عنوان وعندي دليل على العنوان اللي بحطه دي أمانة بين يدي الله سبحانه وتعالى سأسأل عنها فلما قل لك 2800 سنة أنا أعني الرقم فلو صمنا 28 يوم يا حبيبي في شهر شعبان بفضل الله ربنا يعيننا ويعينكم إن شاء الله لو صمنا 28 يوم يبعد الله النار عن وجهنا يوم الإيامة 2800 سنة طب مش أقدر أصوم 28 يوم يا شيخ محمود يعني أصوم 15 يوم يبعد الله النار عن وجهكم 1500 سنة طب فيه بيقولوا مثلا هنصوم 22 وخميس يبقى كده 8 تيام وهنصوم معهم مثلا 3 تيام البيض يبقى كده 11 يوم نقول 10 تيام تمام يبقى يبعد الله النار عن وجهكم عن وجهكم 1000 سنة بفضل الله تزوده تزيد تقلله تقل وهكذا يبقى لو حبينا إن ربنا سبحانه وتعالى يبعد النار عن وجهنا 2800 سنة هنصوم من شهر شعبان بفضل الله 28 يوم وخدوا بالكم ده الموضوع بس مش إبعد النار عن وجهنا وبس لا ده كمان الصيام سيشفع لنا عند الله وهو ده الشهر اللي هترفع فيه أعمال السنة كلها يعني بما فيهم رمضان اللي فات كل الأعمال دي هتترفع في شهر شعبان اللي إحنا فيه فالصيام يشفع لنا عند الله سبحانه وتعالى فتغفر كل الذنوب بفضل الله كما قال صلى الله عليه وسلم الصيام والقرآن يشفعان للعبد بين يدي الله يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب والشهوة فشفعني فيه ويقول الكرآن أي ربي منعته النوم بالليل لأنه كان بيصلي قيام الليل بالقرآن فشفعني فيه قال صلى الله عليه وسلم فيشفعان الله أكبر ما شاء الله يبقى إذن الصيام يشفع لكم والصيام حينما يكون مع العمل الصالح الذي سيرفع إلى الله سبحانه وتعالى في شعر شعبان يكون شافعا لكم ويكونوا سببا لأن تبعد النار عن وجوهكم على قدر الأيام اللي هتصموها هتصم عشر تيام تبعد النار عن وجهك قد إيه؟ ألف سنة هتصموا خمستاشر يوم يبقى ألف وخمسمائة سنة هنصم تمانية وعشرين يوم يبقى تبعد النار عن وجوهنا ألفين وتمنمائة سنة ربح البيع ورب الكعبة أسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على الصيام وعلى القيام وعلى ذكر الرحمن سبحانه وتعالى وأن يجمعنا وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته